بيبدأ فيلمنا بشاب اسمه خسي اللي بيكون في عفلة خاصة في مدرسته لكنه بيكون حاسس بالوحدة وبيبص على زملته إلي اللي بيكون معجب بيها بس بيكون خايف إنه يكلمها ووقتها بيجي صاحبه بيقوله بص يا تعبان هعمل إيه مع البنات لما بيبص على السندال بيلاحز إنه يده بيقدر يترتر يبقى زي صاحبه خسي بالظبط وبعدها بيروح مع صاحبه وبيحكل بعض عن أمنياتهم فبيقولهم خسي إنه نفسه يبقى مع حبيبته في طيارة في الجو صاحبه يفضلوا يتريعوا على أمنياته السازجة وبيتناقشوا وبيقولوا هل هيبقى معهم حد في حفلة الختام الدراسي كمان هل هيروحوا الرحلة بتاعت نهاية السنة ولا لا يبقى كل واحد من صاحبه مع حبيبته معه داخله سي ولما بيجي تاني يوم أمه خسي بتقوله إنه عمك جاي يقعد معنا أسبوعين وكمان بتصهمه وبتقوله هيننفقتك علشان مافيش مكان تاني وبيفضل إنه تجدل معها بسبب إنه عايز ينفقوته وبعدها بتيجي أخته علشان يروحوا للمدرسة سوا وبعدها بخمس زي لما بيروح المدرسة بيقابلوا صاحبه العبط اللي شابه وكمان بيفضلوا إنهم يتصوروا بنعرف إنهم صاحب من عشر سنين وبيبقوا في الشاب الأكتر شهرة اللي بيبقى اسمه سبس باد بوي طبعا اللي كل البنات بتحبه وخسيه وصحابه بيتكلموا عليه وبيقولوا إنهم نفسهم يبقى زيه وبعدها بثواني هم معدين مع بعض بيبصوا خسيه على البنت اللي هو معجب بيها اللي بتبقى مدياله وش الطرشة ومنفضاله وأثناء العسة الدراسية المدرسة بتطلب من الطلبة إنهم يجربوا حاجات جديدة في حياتهم فخسيه أول ما بيسمع كده بيعمل بنصائطها وبيرح يكلم البنت لكن مع الأسف إنها بترفضه وبيمشي وبعدها المدرسة بتنديله وبتطلب منه إن اتضافلها المكتب فبيرد عليها وبيقولها أنت خرفتي ولا إيه انت شكلك كبيرتي ودي مش شغلتي فلما بتسمع منه كده بتضحك الطلاب عليه وبتصفه بأنه شخص تزج أول ما بيسمع كده والطلاب بتضحك عليه بيسمع كلام المدرسة وبينضى في المكتب وبعدها بحوالي دقيقة المديرة بتاعت المدرسة بتستدقي المكتبها ولما بيروح بتطلب منه إنه يهتم ببنت جديدة في المدرسة اسمها كلوديا أول ما بيسمع منها كده بيرفض الكلام ده وأول ما بيشوف كلوديا البطل تبقى أخلاق وتربية ومكرمة على الآخر وطبعا المهات الخصية بيوفي على طول وبعدها بدأ إنه ياخدها وبيتجولوا شوية في المدرسة وكمان بيوصلوا للباركنج وبيقولها تبقى تركني عربيتك هنا فبدأت تمثل عليه وبتقوله إنها معاش عربية فالعبيت بيقولها ما تقلقيش أنا معاي عربية ووصلك لما بيروح بيتهم بيطلب من أمه مفتاح العربية لكنها بترفض إنها تديره العربية وفي الوقت ده بيجي عمه للبيت واللي بيكون واضح على أمه إنه بيحب أمه وبعدها بداه لما بيعرف خسي إن عمه معا عربية بيفرح جدا وبيطلب من عمه إن يجي للأوضة ولما بيتكلم معا عمه بيقوله إنه وعد أبو إنه يهتم بيكو فبيقوله بقى حكيلي عن أحوالك العاطفية وبيقوله إنه تعرف على بنت اسمها كلوديا وهي بمثابة فتاة أحلامي فبيطلب من عمه العربية وطبعا عمه بيوافق على طول ويدي له نصيحة عمه بيقوله لو عايز يعرف البنت بتحبك ولا لا لما توصلها شوفها بتبص عليك ولا لاو لما تيجي تمشي وبعدها بقى بيروح خسيلي كلوديا علشان يوصلها وبدل ما يفرد سيطرته من أول يوم بينزي زي الأحبل وبيفتح لها باب العربية فبتطلب منه إنها تشرب قهوة فبيقولها المكان اللي افترقنا غالي جدا بس أعزمك عليها عادي وطبعا البكت بيجيب لها القهوة وبيدفع تمنها وبيتحسر على فلوسه ولما بيوصلوا للمدرسة بيفضل البد بويز يبصوا على خسيه وكمان بياخد كولوديا وبيعرفها على صحابه وبعدها بيديها جدوة للحصة صبعين إنه مهتم بيها زيادة عن اللزوم وهنا بقى إلي اللي خسيه كان معجب بيها بتحس بالغيرة وبعد ما بييجي مع قد الحصة بيعلونه عن حفلة راس السنة وخسيه بيقول صحابه إنه بيحوش من زمال الحفلة دي وبعد الحصة بتيكي إلي وبتتكلم مع خسيه اللي ما كانتش بتعبره بيكتشفوا إنه هم اللي اتنين زوقهم واحد في الموسيقى بتطلب إلي من خسيه إنه يروح معها لمسابقة الموسيقى فبيوافع على طول وفي اللحظة دي بتيكي كولوديا وبتاخده منها طبعاً الغيرة بتاعت إلي بتزيده ولما بيوصل كولوديا لبيتها بتطلب منه وصلها لدرس اليوجا والرأس بيوافع وبيستنها إنها ببص عليه فعلاً زي ما عمه قاله ولما بتمشي خطوتين بتبص عليه فعلاً وكمان بتشاورله من بعيد وبكده بيقتنع اللهبل ده إنه كولوديا بتحبه وطبعاً خسيه اللحبل بيصحى تاني يوم من الفجر علشان يوصلها للدرس وكمان المدرسة بعد الأيام هم مع بعض وتحوشت خسيه لشيالة للحفلة قص بتشطب يوم الأيام وفترة من الفترات بتبقى قلوديا وقفة مع شلة الباد بويز فبيكوا خسيه وخليه يسلم عليهم اللي ما كانش بيتكلم معه مابلي كده وقلي بتبقى امتبع الكلام ده كله وتبقى غيرانه والباد بوي بيقول له خسيه أنا أعمل حفلة النهاردة في البيت وبيستدقيه وبيقول له هتصحابك معاك طبعاً السازك بيفرح جداً وبيوافي وبعدها بيروح للبيت بدأ يجهز للحفلة بكلم مع عمه وعمه بيديه له نصيحة فشلة زي اللي فاتت وبيقول له ايو هتخلي البنت تحضنك علشان لو ده حصل هتقولك انت زي اخويا ولما بتيجي الحفلة وخسيه بيوصل لهناك ويدخل هو كلوديا مع بعض بيتفاكل لما الباد بوي بيشد كلوديا من ايديها وبيروسه كمان مع بعض طفل بتاعنا وخيه بالراجع بيتغزه بغير جداً بعدها بيتكلمه صحابه معاه وبيقول له هتروح مع مين عفلة راس السنة بيرد عليهم العبيد اللهبل وبيقول لهم مع كلوديا طبعاً بيرد عليهم وبيقول له يا بهيميفهم كلوديا مش بتحبك وبتستغلك علشان انت عبيد اللهبل بيقول له انه ايلي هي الافضل ليك وبعدها بشوية بوي بيجي وبيسأل خسيه هي كلوديا انا بوي فريند ولا لا بيرد علي خسيه وبيقول له انها مش بتحب الولاد وانها شازة جنسية دعب سواني تيجي كلوتيا و بتقول له خسي وهي فرحانة ان الباد بوي هيروح معها لشقة بالليل لكنها بتكون سكرانة وخسي بيشدها من ايضا و بيروحها لبيتها و تاني يوم بتقول له انها زعلانة لشان الباد بوي ما تكلمهاش ويرد عليها خسي العبيته و بقولها انت تستعلي حد عسا منه فبتدهله على طول كده في وشه و بتقول له انت زي اخويا و لأسف خيب الرجا بتاعنا بيتسدم و بعدها بقى لما بيروحوا موظوم للبيت بتقول له امه انه عمه هيسكن في بيت قريب مننا فبيرد عليها و بيقولها انه عمي بيحبك فبترد عليه امه و بتقول له ده زي اخويا وبعدها امه واخته بيبدأوا انه هم يزهقوا من كلوديا بسبب استغلالها ليه بيروح خسي القلي و بيبدأ انه هو يصلي علاقته بيها و كمان بيتفوا انهم امه اللي اتنين هيروحوا للحفلة نعيد السنة مع بعض و بعد كده اخو سي بيقعد مع كلوديا وهي بتشايش و بتقول له ان الباد بوي بيتا جهني وانعاوز اروح الحفلة معك انت كالعادة لعبيت اللهبة اللي البكت بيفرح و بيوافق و لما بتيجي بقى معادي المدرسة بتعرف كلوديا صاحبها ان الباد بوي عايز يروح معاها الحفلة و بعد ما بتنتهي المدرسة بتركب كلوديا العربية مع الباد بوي و بيراوحوا البيت سوا المخفل بتاعنا اخو سي بيروح لها البيت علشان يديها شنطتها و لما بيخبط على الباب محدش بيرد عليها فبيقرر انه يتسلل السطح و ددع لشان يتطمن عليها فبيتفاجئ انها مع الباد بوي و بيعمل واحد ام علي وبنشوف بقى عم خسي اللي بيحاول ان يوضع لأمه و حبه لها فبترد عليه و بتزمه و بتقول له ان احنا اخوات وبعدها بقى دق خسي يحكي العم واللي حصل معاه و بيقول له ان البنت دي بتحب حد تاني و اسنها ذه بتتسل بي كلوديا وبتقول له انها تروح للحفلة مع الباد بوي و بيقول له انا مش اروح معاك اصلا انا اروح مع ايلي بعدها بداي بيروح لأيلي و بيحاول انه يكنعلي انها تروح للحفلة مع مرة تاني و لما بيجي معادي الحفلة بيروح هما اللي اتنين سوا و بيشوف كلوديا وهي مع الباد بوي و لكن بعد شوية كلام مع ايلي بيعجب بيها اكتر و كمان بيقرروا انهم يرقصوا مع بعض و لما بيرقصوا بتشوفهم كلوديا اللي بتكون غيرانه علي زي الكلب المطيع فبتروح تقاطعهم وبتطلب من خسين انهم يتكلموا على انفراط و طبعا انسازي جاديم الشخصية بيروح معاها و لما بيتكلموا بتقول له انت نسيتني ولا ايه و طبعا المعلم بتاعنا ليه لو قال له انا كنت فاكر ان احنا حبيبين و طبعا اول ما بتسمع كده بتضحك عليه و بتسيحلو في الحفلة كلها و لما بتعرف كده ايلي بدأت انها تزعق معايا و بتقول له انت كنت بتضحك علي الفترة دي و بتقول له انا كنت بالنسب لك رقم اتنين و طبعا بتسيبه وبتمشي و اصحابه بيجي و بيتخنقه معاه و بيسيبه و يمشيه امه كمان و بيفضل في الحفلة لوحده و بيسكره و بيروح البيت الصبح و بيقابل عمه لما بيروح و بيقول له انه انت كلابي عمي و بيهينه بالكلام لانه بيجر ورا امه و بعدها بتدخل امه علي القوضة و بتعرفه انه عمه سابلهم ورقة و بيوضعهم و واضح انه عمه واخد موقف و بعدها بقى بيحاول انه يصالح اليه لكنها بتبقى برده لسه افشى و لما بيتكلم مع امه اكتشف انها بتحب عمه طبعت العمه ورساله و عرفه ان امه بتحبه و بيجي حفلة نهاية السنة بيتكلم خسيم مع المديرة و بيقول له انا معاك الشاب الرقيق و بيمشي و بيروح لشلة الباد بويز و بدأ انه وهين شلة الباد بويز في وسط المدرسة و بدأ الكل طبعا يقتنع بكلامه و يتأثر بيه و الكل بقى يسقف له و فرحانين بكلامه جي له كلوديا و بتقول له تعالى معايا الحفلة ف بيرفضوا بيقول لها انت زي اختي و لزمي حدك معايا و اصحابه اول ما بيسمعوا الكلام ده بيقول له و بيصالحه هم كمان و طبعا بقى الخبر الجميل المقاية بترجع لما جريها هو هو و ايلي و بنشوف عمه بقى اللي بيكون رجالهم و بيقول له من افضل ممكن معاكو علشان اتجوز امكو وبعدها بمدة بنشوف خسه و ايلي و هم مع بعض طبعا بقى افضل ملاحنين للموسيقى ف اوروبا و بيخلص الفيلم